مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتفى بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط احتفى بعشر سنوات من البحث والحوار وذلك بمشاركة ثلة من الشخصية السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية هذا الحدث يسلط الضوء على التزام مركز السياسات من أجل جنوب الجديد الثابت بتشجيع الأفكار المبتكرة والنقاشات السياسية المستنيرة والتعاون الدولي ويشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بإنجازات المركز السابقة والتطلع أيضا إلى المستقبل من أجل تعزيز التزامه بتطوير المعرفة وتعزيز الحوار عبر الحدود مركز السياسات من أجل جنوب الجديد يعد مركزا للخبرات في مجال السياسات العمومية ويجمع بين المقاربات والأساليب العلمية مع الاستفادة من تجارب الخبراء المشهود لهم في مجال السياسات العمومية وفيما يتعلق بهذا الاحتفاء فإن هذا الحدث الذي يقترح برنامجا شاملا يسلط الضوء على جوهر عمل مركز السياسات يعد فرصة لتقييم التقدم المحرز واستشراف المستقبل برنامج أشغال هذه التظاهرة يتضمن سلسلة من جلسات النقاش تهم على الخصوص المغرب في السنوات العشر المقبلة وما هو الجنوب الجديد وذلك بهدف تقديم نظرة حول الدور الرئيسي لمركز التفكير في توجيه النقاشات السياسية وتقديم تحليل دقيق للقضايا العالمية